السلام عليكم ان شاء الله في الفيديو هعمل لكم وصفة جديدة معكم الشيفة احمد ايد وهنعمل الزنجاريا المقلية زي ما حضراتكم شايفين كده بعشرة جنيجة بتنص كيلو هقول لحضراتكم طريقتين تعملوهم بهم وان شاء الله الطريقتين ينجحوا معاكم ونبدأ ونشوف اول حاجة مع بعض المكاولات اللي نبتديها بالتوابل زي ما واضح كمون شطة فلفل اسود ملح كزبرة نشفة ونص كيلو سمك زنجاريا مخصول كويس السمك مش بساريا زنجاريا اللي هو بمنقار يختلف على البساريا سعر الكيلو منه اقل من 30 جنيه باستخدم معاكم باية دقيق والطريقة الاولى اللي انا هستخدمها هحط التوابل كلها مع بعض وقلبهم وبعدين احطهم على السمك وانقعوا لمدة 10 دقيق قبل ما ارجع احطه في الديق الطريقة التانية ان انا بحطه في الديق وبعد كده برش عليه التدبيل اللي انا حطتها على السمك دلوقتي اعملوا بالطريقة اللي اتناسبكم بس انا افضل الطريقة دي علشان السمكة تبقى واخدى الطعم بتاع التوابل في اللحم بتاعها ده شكل السمكة بعد ما سبتها 10 دقيق في التدبيل زي مواضح قدام حضراتكم كده السمكة اللحمها خفيف ما تستحملش التقليبي كتير ببدأ ان انا اشيلها من التدبيل وحطها في الديق انا بستخدم العلبة دي توفر علي كتير قوي ان انا اشيل من السمك المتبل وحطه في الديق وارجع احطه في الديق تاني مثلا دوت هيوفر علي مجهود وقت كبير قوي فكرة العلبة اسهل واسرع بفضل ارجعها لمدة دقيقة لحد ما التدبيل تمسك في السمك كويس والدقيق يعمل طبقة بريدنج قوية على السمك زي ما حضراتكم شايفين كده وحط تس على النار وفيها زيت سخ وابدأ انزل فيها السمك ما بنزلوش كله مرة واحدة علشان ما يعجنش ويمسك في بعضه بنزل شوية بشوية لحد ما اتصتت ميلي معايا بيكون النار علي على الاخر ما بقلبش السمك خالص اثناء القلي هو يضب بطرف المعلقة بحاول اللي انا افرقه عن بعض لحد ما يستوي ويوصل للشكل اللي حضراتكم شايفينه ده ما ينفعش ان احنا نتبل السمك بالدقيق ونسيبه لازم نقليه على طول علشان السمك هيتشرب بالدقيق ولا ينفع يتقري على النار هادي علشان ما يشربش زيت ويتهري وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو والوصفة اللي كانت معانا سمك الزنجارية المقلية باقل من 20 جنيه عملنا واجبة غدا شكرا لمتابعتكم كان معاكم شيفا احمد عيد وتقدروا تتابعوا شغلي والوصفات السابقة على الجروب الخاص بيا وعلى قناة اليوتيوب اعملوا لايك وكمنتوا وقولوا رأيكم في الوصفة شكرا للمتابعة سلام عليكم